موسيقى غارة الاسرائيلية تستهدف جماعة جيش الاسلام وتخلف ضحيتين في غزة موسيقى ستوك هولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكليكس بتهمة الاغتصاب موسيقى نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام أهلا بكم ارتفع عدد ضحايا الغارة الاسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة يوم أمس إلى شخصين بينما وصل عدد الجرحة إلى ثلاثة وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الشقيقين محمد إسلام ياسين لقي أحد فيهما عندما استهدف صاروخ إسرائيلي السيارة التي كان يستقلانها وسط القطاع من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي نبأ شن الغارة مشيرا إلى أنه استهدف مسؤولا في جماعة جيش الإسلام كانوا يخططوا لخطف إسرائيليين في سيناء اجتمع الشيخ محمد بن مباركة الخليفة نأب رئيس الوزراء البحريني مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون واستعرض الجانبان عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك منها التأكيد على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار منطقة الخليج وإنجاح جهود السلام وصولا إلى الحل العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الاقتصادي أعرى بناء برئيس الوزراء البحريني عن ارتياحه لنتائج الاتفاقية الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2006 والتي زادت من حجم التجارة بينهما بنسبة 25% برأت محكمة مدنية أمريكية ساحة التنزاني أحمد خلفان غيلاني أول معتقل في سجن جوانتنامو يمثل أمام محكمة مدنية في الولايات المتحدة برأته من 285 تهم من تهم الأرهاب الموجهة إليه حول الدور الذي لعبه في تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 ودانت المحكمة غيلاني البالغ من العمر 36 عاماً بجريمة واحدة فقط هي جريمة التخطيط لتدمير أو الحاق الضرر بالممتلكات الأمريكية باستخدام المتفجرات بينما برأته من التهم الأخرى التي تشمل القتل والتخطيط لارتكاب جرائم قتل ويواجه غيلاني الآن حكماً بالسجن العشرين عاماً على الأقل طالبت ممثلة الدعاء السويدية باحتجاز جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الانترنت على خلفية مزاعم تتعلق بالاغتصاب وكان مكتب مثلة الادعاء قد بدأ في سبتمبر أيلول الماضي التحقيق في مزاعم الاغتصاب ضد أسانج من جهته وصف أسانج هذه المزاعم بأن لا أساس لها من الصحة وانتقد ما وصفه بالسرك القانوني في السويد علماً أنه كان يسعى للاستفادة من قوانين حماية الصحفيين الصارمة التي تطبقها نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أنطونيو لفني بعد 14 عاماً من فراره أهلاً بكم من جديد تمكنت الشرطة الإيطالية من ألقاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ظل هارباً لمدة 14 عاماً واعتقلت للشرطة المتهم أنطونيو لفني الذي يعد من زعاما عصابة كامورا المشابهة للمافيا السقلية في نابولي لفني الذي يرد اسمه في قائمة ضم 30 من زعاما العصابات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلة كاسالسي وكان مطلوباً منذ عام 1996 عندما أصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله سجلت أول أصابة بمرض أنفنوز الطيور في إقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003 وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الإقليم تبلغ من العمر 59 عاماً وأفاد مسؤولون صحيون بأن حالة السيدة تدهورت بعد وقت قليل من عودتها لزيارة للريف الصيني وعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب لدرجة الخطيرة مما يعني أن هناك احتمالاً بتفشي المرض وفي الختام تذكيرون بأهم العناوين غارة إسرائيلية تستهدف جماعة جيش الإسلام وتخلف ضحيتين في غزة ستوكولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاقتصاب وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس أكاديمي دوك تي في شكراً للمتابعة وإلى اللقاء